ما هي الطريقة التي يتم بها؟ دعنا نشرح المواطن المعدة جزء معين حجم معين نصفها ترجع بالمستقبل إلى شكلها الطبيعي تأثيراتها كثير من تساؤل على تعد المواطنين طبعا هو موضوع قص المعدة وتغيير مسار المعدة هي عمليات طبعا مو يختارها المريض مثل ما يختار البعض يعتقد أنه يجي العيادة يعتقد أنه مخول أو مخير أن يختار نوع العملية التي يحتاجها كما يختار قميص أو يختار أي شيء ثاني يعني ينقي هذا الشيء مو صحيح طبعا أنه نوعية العملية لها أساسات علمية مثلا المريض عنده ارتجاع مريئي لا يمكن أن يجرى لعملية قص معده مو لا يمكن وإنما يعني مفضل إجراء عملية تغيير مسار مريض قبل سابقا يسوي عملية قص معده ورجع مثل ما تفضلت حضرتك أنه رجع أنه حجم المعدة أو رجع ترجع؟ أكو احتمالية 30% أكو احتمالية 30% 30% أكو احتمالية أن يصير بها رجوع بس إذا ربطنا المعلومة بس خلأ سلسلك بهاي النقطة أنه مرات يكون القرار القرار من البداية هو أصلا المفروض يكون تغيير مسار بها حالات من يكون البي ام اي المساعد الرقم الذكرناه من يكون البي ام اي أكثر من 45 فمفضل إجراء شنو؟ إجراء عمليات تحويل مسار أو تغيير مسار ما الفرق بين القصم المعدة وتغيير مسار؟ الفرق بيناتهم أنه هي وتكميم وتكميم تكميم والقصم ونفس التعبير تقريبا والطي المعدة هو تقريبا هم كلهم دولي وبالون المعدة دولي كلهم عمليات نسمية من الريستركتف بروسيجر من البارياتريكسي الجري اللي هم شنو هي العمليات اللي تستهدف تقليل كمية المستوعبة من قبل المعدة